دعت منظمة الصحة العالمية بأن أو إلى بزل مزيد من الجهود لاستعادة وتعزيز حماية المرافق الصحية في قطاع غزة فضلا عن الإجلاء الطبي الآمن للمصابين بجروح خطيرة والمرضى إلى مصر وعبرها عن طريق معبر رفح الحدودي وكرت المنظمة أن مهمة أممية مشتركة قامت بجمع ونقل 7600 جرع من اللقاحات المضادة لمختلف الأمراض بشكل آمن من مستودع وزارة الصحة الفلسطينية في مدينة غزة إلى مركز مسقة القرارة الصحية جنوب غزة وعشرت الصحة العالمية إلى أن لقل اللقاحات بات أمرا ضروريا حيث أن الثلاجات المستخدمة لتخزينها بشكل آمن باتت لا تعمل بسبب نقص القهرباء ترجمة نانسي قنقر